طبعاً بالنسبة لموضوع تسجيل شركات المحامة الأمر كان معروض بألو مدة قانون المحامة نص على في مادة كالتة ومادة الرابعة منه أن يجوز إنشاء المحامين تمارس المهنة المحامة من خلال شركات وبالفعل تم عرض الأمر على الأساس النقيب نفعل هذه النصوص المواد دي وبناء عليه نقيب كلفني بأن أنا أتابع هذا الأمر وبالفعل عدينا مشروع لتأسيس الشركات ومشروع للعقد التأسيس وتم عرضه على الأساس النقيب والأساس النقيب وفق عليه وتم مخاطبة وزارة العدل وزارة العدل وفقت على هذا النموذج وتم طبعه وتم تكلف الأساس النقيب بإنشاء إدارة لإدارة تسجيل شركات المحامة وبالفعل تم إنشاء هذه الإدارة والإدارة شغلة تبقى لها حوالي شهر ونص على قضى المصاق أسسنا حوالي 35 شركة لغاية دلوقتي الشركات النموذج بيتباع بألف جنيه وخمس تلاف جنيه كحد أدنى رسم تصديق طبعا أمننا أن الزمل المحامين تتكاتب بينها ومن بعضها وتقوم بتأسيس هذه الشركات والإقدام عليها لأنها تفتح فرص أعمال كثير وفرص أعمال لشباب المحامين وغير المحامين لأننا في تحديات أمامنا في شركات عالمية تتعاقد مع مصر وفي محامين دوليين بدأوا يفتحوا مكاتب هنا ولذلك تكاتل ده هيخدم المحاماة وهيخدم المحامين وهيخدم شباب المحامين لا هو طبعا إحنا لا بد نكون نمشي بنظام المعامل المنصر لو كان الشريك الأجنبي اللي هو جاي عاوز يفتح أو يخش يكون شريك فيه شركة محاماة شركة مدنية هل هم هناك في الدولة دية بيقبلوا أن المحامين تترافع عندهم أمام المحاكم ولو بتقبل بيتم العرض على مجلس النقابة وبتدي موافقة ما بتقبلش يبقى إحنا شرط المعاملة بالمصر شرط أساسي وده موجود تبقى لكون المعاملة